ما كناش نعرف إن ياسمين رئيس فلسطينية من يافا عمري ما خبيت عمري ما أنقرت إنتي نزلتها مرة في 2020 وبعدين أعدتي البوست تاني لما حصل الحرب الأخيرة على غزة نزلت الباسبور بتاعتك ستوري أنا بنزل دايما وبقول دايما ودايما بحط ستوري بس ما كانش حد بيركز يعني ما خبيتش يعني وما كانش حد بيركز أنا فجأة بس لقيت الموضوع بقى فيه تركيز يمكن لما نزلت سورة الباسبور عمري فكرت تزوري في فلسطين؟ فكرت بس مش من حقي لي مش من حقي بسبورك شوفنا سلطة فلسطينية مش من حقي لأنه إحنا أهلي من 48 طلعوا وقت المدابح اللد ودير ياسين فدول أول ناس محرومين من حق العودة وملفهم أكبر ملف يعني في الأمم المتحدة المفروض إنه إحنا ملف اللاجئين اللاجئين في العالم هما أكتر من الناس اللي عايشة جوه الأرض للأسف حقيقي فأنا مش من حقي لأ مش من حقي أرجع وش من حقي أدخل البلد وحاولت أدخل بعد كده بالباسبور مصري ما نفعش برضو ما عرفتيش؟ لا أغالبا هما عرفوا إن أنا أصل الأصل فلسطينية فالتصريح اترفت ثلاث مرات كنت عايزة تروحي في أي إطار؟ يعني عايزة تزوري بلدك؟ لا أنا كنت بحاول إن أنا أروح زيارة بس ده ما نفعش فبعد كده جات لي فرصة إن أنا هعمل فيلم كنت هعمل فيلم مع أستاذة نجو نجار مخرجة هي فلسطينية وكانت وقتها عاملة فيلم عيون الحرمية وكان فيلم عجبني جدا جدا وكان متصور في الداخل وتفرجت على الفيلم هنا في مهرجان القاهرة فلما هي كلمتني وعرضت علي الفيلم أنا وفقت على طول يعني من غير ما فكر وعملت لي فعلا أودشن ومشينا في كل حاجة تصريح اترفت ثلاث مرات وقالت لي دي حاجة غريبة جدا يعني عادة ما بتحصلش لإن إحنا فنانين وبنعمل فيلم بس هما غالبا يمكن عرفوا إن إنتي أصلك من هنا فتصريحك اترفض وجابت ممسلة من الداخل والفيلم تعمل وتعرض هنا في مهرجان القاهرة وكان فيلم ناجح جدا زعلت زعلت ويمكن دي من الحاجات القليلة اللي أنا كنت نفسي أعملها وما عملتهاش وزعلت عليها إن شاء الله تتعوض إن شاء الله يعني كل حاجة ما بتجيش بتيجي حاجة تانية أكبر تعوضها حقيقة صح